موضوع الأخ سيف السوافي طرحه أيضا أخ أبو محمد الرحبي يقول فيه أن الناس اعتادت في شهر رمضان أن تتعهد مجموعة من أقاربها بالزكاة ولكن هناك داع ملح الآن وهي صرف هذه الأموال إلى غزة كيف يواجه الإنسان بين موعوده السنوي لأقاربه و أرحمه وبين هذا الحدث كثر السؤال عن هذه القضية نعم والذي أرى أنه لا تزاحم بين الأمرين نعم فيمكن مع وجود الوسيلة الآمنة لإيصال الزكاة إلى مستحقيها في أرض غزة و عموم فلسطين لسبب ما رزئوا به الآن و ما يواجهونه من تجويع و ابطهاد و ظلم و بغي و عدوان و فيجعل لهم نصيب مع وجود الوسيلة الآمنة لإيصالها إليهم و يجعل للفقراء و المساكين المحتاجين في البلد نصيب من هذه الزكوات أيضا فقد أطلعت أن لجان الزكاة قد نقصت إراداتها كثيرا هذا الموسم و لعل من أسباب ذلك أن الكثير من الناس يرسل زكواته إلى الإخوة في غزة مع وجود حالات شديدة الإلحاح في الاحتياج للزكاة و لذلك فإن الأولى الاعتدال و الموازنة لا حاجة إلى التزاحم إما أن تكون هناك و إما أن تكون هنا لا بد من الالتفات إلى من هم في حاجة ماسة من الفقراء و المساكين من أهل البلد و كذلك يعني يجعل جزء لأهل غزة و فلسطين مع وجود الوسيلة الآمنة لإيصالها و هذا يذكرني بمسألة و هي أنه عند إرسال الزكوات إلى الخارج أيًا كانت الوجهة فمع وجود المستحقين لها لا بد من وجود الوسيلة الآمنة لإيصالها إليهم لأن ذمة المزكي لا تبرأ إلا بإيصالها إلى مستحقها ثم إن الغالب أن تكون هناك كلفة لإيصال هذه الأموال إلى أي جهة خارجية هذه الكلفة لا تكون من ذات مال الزكاة هذه كلفة أخرى فإذا أراد المزكي أن يوصل زكاته إلى وجهة في الخارج أو إلى وجهة فيها كلفة فإن الكلفة يتحملها بنفسه ليست من الزكاة فلا يقول بأن نعم يمكن أن يكون فيما يتعلق بعموم التبرعات والصدقات نعم أن تكون منها لا إشكال لكن فيما يتعلق بالزكاة فإيصالها يمكن أن يكون بكلفة فعليه أن يتحمل الكلفة أو أن يعلم أنه إذا كان هناك قائم على إيصال الزكاة أن القائم على الزكاة العامل عليها يمكن أن يأخذ هذه الكلفة من مبلغ الزكاة وحينئذ يكون لا تكون هناك كلفة زائدة ولكن المبلغ الذي سيصل إلى المستحقين المقصودين سيكون أنقص لأن جزءا منه كان لإيصال هذه الزكاة والمتكفل بها هو إذا قلنا أنه من العاملين على الزكاة فإنه له أن يأخذ منها إذا كان محتاجا ولم يجد الوسائل التي تعينه على الإيصال إلا بهذه الكلفة فهذا أيضا مما ينبغي أن يتنبه له لكن الحاصل في ذات الموضوع لا بد من الموازنة ولا ينبغي أيضا إهمال حالات الفقراء والمساكين الموجودين في البلد لأن الكثير منهم في عوز شديد وفي ضيق فلا ينبغي أن يتركوا ويهملوا والله تعالى أعلم